بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في سورة المزمل ووصلنا إلى قول الله تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هذه الآية يعني جاءت عقيبة آيات كان الكلام فيها عن الأمر بقيام الليل فجاء الأمر بقيام الليل ثم جاء بعده يعني قم الليل كله إلا قليلا منه ثم بين هذا القليل ما هو نصفه أو انقص منه قليل أو أقل من النصف قلنا الربع وتكلمنا عن ما هو المقدار وآراء العلماء في مقدار ما يقومه النبي عليه الصلاة والسلام من الليل والأكثر الذي يعني الأقل ما يمكن أن يقومه من الليل وما هو الذي يباح له في الراحة فيه ثم جاءت الآية الأخرى أو زد عليه يعني أو زد على النصف أو ما جعلناه لك رخصة في النصف أن تزد عليه في الزيادة التي تراها أيضا العلماء على نفس المسألة اختلفوا في هذه الزيادة التي جاءت في هذه الآية في قوله أو زد عليه يعني ما هي الزيادة أو ما هو وقدار الزيادة التي يمكن للنبي أن يزيدها نحن قلنا نهاية السورة المزمل جاء فيها وصف الثلثين على اعتبار أن الثلثين الليل هذا أقصى ما يكون القيام به على من حملها على أجزاء الليل وساعات الليل قالوا أن هذه الرخصة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة والنقصان لأسباب عدة أولا الإنسان ليس في طول وقته في حالة واحدة من الراحة ومن القوة ومن النشاط فقد يعني تمر عليه الأيام ويكون في تعب ويكون في شدة ويكون في يعني مرض لذلك جاءت هذه الرخصة للنبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة أو النقصان حسب الحال التي يكون فيها و هناك قول آخر قالوا أيضا الليالي ليست كلها سواء في الطول أو القصر فليالي الشتاء مثلا تختلف عن ليالي الصيف لذلك جاءت هذه الأوصاف أو جاءت هذه الرخصة ليعطاء النبي عليه الصلاة والسلام المجال أن يتحرك في قضية الليل الذي يقومه هل النصف أم الثلثان أم أقل أم أكثر هذا يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام هناك قول جميل ذكره من عطية في المحرر الوجيس قال ليس المقصود يعني أجزاء الليل إنما المقصود الكلام عن الليالي عامة أي أنه الكلام الاستثناء من قم الليل إلا قليلا أي من الأيام أو من العفو من الليالي ليس على اعتبار جزئياتها إنما على اعتبار الأجزاء أي أنه قم بعض الليالي ولا تقم بعض الليالي فيرخص لك في أيام المرضي وأيام الشدة و أيام التي تكون فيها قد غلبك التعب أن تنام فهذا قول جميل أيضا على قضية أنه جعل الاستثناء هو لجملة الليالي لا لم يجعل لساعات الليل إنما جملة الليل أي قوم بعض الليالي و أترك بعض الليالي على قول ابن عطية على من قال بهذا أو قول الأكثرين على أن المراد هو ساعات الليل الواحد الليل الواحد هو عدة ساعات فأنت تقوم يعني لك الخيار أن تختار الساعات التي تقوم بها في الليل لما جاء الكلام عن قيام الليل نلاحظ أنه قال ابن عشور و قد خص الله سبحانه وتعالى القيام كله معلقا بالليل قال لأنه هنا يعني يتميز أهل الصلاح في ذلك فالليل هو وقت الراحة و الدعاة و السكون و محبة الفراش و الدفع خاصة إذا كان في أيام الشتاء فعندما يفارق الإنسان هذه الحالة التي هي أقرب للنفس إنما ما تكون إلا عن مجاهدة شديدة إذلك جاءت كلها هذه قيام الليل كان شعارا للصالحين لأنه لا يقوم الليل إلا من يعني كان له قدم ثابتة في الصلاح و ليس هناك أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام فهو أتقى الخلق جميعا لا خلاف في ذلك فكان هذا الشعار له أولا عليه أفضل الصلاة والتسليم فجاءت وردت للقرآن ترتيلة للدلالة على قراءة القرآن في الليل وهذا موافق لما ذكرناه في الحلقة الماضية عندما تكلمنا قلنا أي ما أفضل كثرة الركوع و السجود أم إطالة القراءة فكما ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا من قال بقضية القراءة واستشهد أو استدل بتكملة الآية و ردت للقرآن ترتيلة أي أنه هذه مناسبة أو الآية مناسبة لما قبلها من الكلام عن قيام الليل فكأنه الإشارة فيه إلى ما يقرأ في تلك الصلاة في الليل والعلماء كذلك اختلفوا في قضية أنه هنا وردت للقرآن ترتيلة هل هي عامة لقراءة القرآن أم خاصة على مسألة قيام الليل حقيقة قالوا حتى العلماء قالوا قالوا قضية أنه ممكن الآية تكون عامة لكل من أراد أن يقرأ القرآن أن يرتله ترتيلة و ممكن أن يراد بها الخصوص على أنه إذا قمت الليل فقم بقراءة الترتيل أو بطريقة الترتيل لأنها لها ثمرة تختلف عن غيرها من طرق القراءة وسنفصل في ذلك إن شاء الله إذن هنا كما قلنا الرخصة في قضية التحرك في أوقات الليل أو الرخصة في الأيام التي يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام قضية ردت القرآن إما المراد بها ترتيل القرآن أثناء صلاة الليل أو المراد بها قراءة القرآن بصورة عامة و من عبادات المطلقة لأنه الله قال و ردت القرآن ترتيلة فليس عندنا وقت يعني يصح أن يقول أنه في ذلك الوقت تكون قراءة القرآن بدعة لأنه هذه عبادة مطلقة متى ما تيسر العبد و استطاع أن يقرأ شيء من القرآن لأن الله قال و اقرأوا ما تيسر منه فيكون هذا أمر عظيم من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى الزيادة هنا أو زد عليه تكون على أمر معلوم فقلنا إذا زاد على النصف أصبح ثلاثة أرباع لأنه زد عليه أي يزيد على النصف و الزياد على النصف بنصفه فيكون ثلاثة أرباع و هنا لو نظرنا كأنه مجموع ما أمر به النبي من القيام على قول من قال أنه ثلاثة أرباع الليل إلى الثلاثين لأن الله قال أدنى من ثلاثين الليل فيكون أقل من الثلاثين فيكون ثلاثة أرباع فإما أنه ينام الثلاثة أربع أو أنه يقوم الثلاثة أربع من الليل كأنه الأمر محصور بين الإنقاص وزد عليه أنقص منه أو زد عليه كأنه الأمر محصور بين هذه النسبة التي جعلت رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام قلنا كان يقوم حتى تتفطر قدمه وكان يقال له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما كان قوله إلا أن يقول ألا أكون عبدا أفلا أكون عبدا شكورا يشكر الله على هذه النعمة العظيمة فهذا يعني حقيقة لما يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مدا كم ورد في الحديث أنه كان سؤالة سيدة عائشة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالت يعني لو أردتم أن تعدوا حروف ما يقرأ لعددتمها ليس كهذركم كيعني قراءتكم الآن فقراءة سريعة لا يعني ينظر إلى التدبر في معانيها يعني تصوروا إلى أي درجة عندما تقول لو أردتم أن تعدوا الحروف فأي طريقة في القراءة والتأني في القراءة وهذا هو على معنى الترتيل الذي أردنا أن نتكلم عنه فيما بعد فكانت قراءة النبي يعني يبين بها الحروف حرفا حرفا وأيضا ورد في عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت قراءته مدا أي بسم الله الرحمن الرحيم قال كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أيضا هذا كانت من قراءته صلى الله عليه وسلم القراءة يعني ثمرتها معرفة ما تقرأ وفهم وإدراك ما تقرأ حتى قال ابن عاشور حتى يعني أمر بالتأني بالقراءة والتأودى فيها لأنه حتى يكون هناك أو أولا لأسباب كثيرة يقول السبب الأول يقول ذاك أسرع إلى الحافظة إلى حافظة الإنسان أن يتمعن فيحفظ الآية ثانيا يقول عمل الفهم أسرع من عمل اللسان عمل الفهم في فهم الآية وإدراكها أسرع من عمل اللسان في لفظها والانتهاء منها فضل قراءة القرآن فضل عظيم لذلك كما ورد في الأحاديث يعني عندما سئلت حتى أم سلمة فيما أخرجه النسائي وابدعود والترمذي وقال حديث حسن وغريب لما سئلت أم سلمة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت أين أنتم من صلاته كان ينام على قدر ما يصلي ويصلي على قدر ما ينام فكان الليل كله عبارة عن قيام وأخذ الراحة للاستعداد القيام مرة أخرى وكما كان أيضا ورد عن ابن مسعود وقيل أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يكون همكم هو آخر السورة يعني تقرؤونه كهذا الشعر الإسرع لأنه عادة قبل الشعراء عندما كان يريد أن يلقي القصيدة يحاول أن يسرع فيها حتى يظهر البحر الذي هو قد نظم القصيدة فيه وكذلك حتى يظهر حسن الجرس الصوتي في إيقاع الألفاظ في القصيدة فكان يسرع فيها حتى يظهر يظهر ماذا يظهر الوزن الشعري في القصيدة التي يريد أن يقولها ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة لأن كما قلنا أوقع في القلب وأكثر تمعنا وهذا ما كان حتى يوصي به الصحابة رضي الله تعالى عليهم أثر عن المسعود قال لا تنتروه نثر الرمل ولا تهد به كهد الشعر ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه وتكلم كلام عظيم جدا وهذا أيضا القول مأثور عن سيدنا علي أيضا رضي الله تعالى عنه على قريب من هذا المعنى لذلك كان القارئ للقرآن في الليل عندما تخلو النفس من عوارض الدنيا وتخلو النفس من أشغال الدنيا ومن أطماعها يتفرغ القلب ويصفو القلب لله سبحانه وتعالى ولذلك كانت صلاة الليل والقراءة في الليل أكثر وقعا في القلب وكما قال أقوى مقيلة يعني كما سنأتي إلى الآيات التي بعدها لذلك لما قال وردت القرآن ترتيلة نلاحظ أنه يؤتى يوم القيامة كمورد في الحديث بقارئ القرآن فيوقف عند أول درجة من درجات الجنة فيقال له اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفي يعني يبدأ يقرأ حتى يصل إلى آخر آية يقرأها فتكون هذه الدرجات هذه الآيات هي رفعة ومنزلة له يوم القيامة كذلك ورد في الحديث أنه يقال لصاحب القرآن إذا أتي به أضف إلى ما يشفع له القرآن في قبره تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كسحابتان أو غايتان كما ورد وهنا المقصود بالبقرة وآل عمران ليس نفس كلام الله إنما المراد ثواب أجر البقرة وثواب أجر سورة آل عمران يأتي على هذا الحال كما ورد في الحديث أنه يأتي عمل الإنسان العمل الصالح للإنسان على هيئة إنسان على هيئة شاب جميل كذلك لا ضير أن يتمثل أو تأتي الأعمال الصالحة على هيئة أشكال كما يعني ذكرنا أن الموت يأتي على هيئة كبش والحياة تكون على هيئة فرس وغير ذلك من الأقوال التي قلناها في دروس ماضية إذن يؤتى بصاحب القرآن فيشفع له القرآن فيقول يا رب حله فيحلى بتاج الكرامة ثم يقول يا رب أكرمه وحله فيحلى بحلة الكرامة ثم ما زال يأخذ الفضل من الله على قضية القرآن ولذلك لاحظوا في السابق كانت قضية الكتاتيب حقيقة كان أمر عظيم مدارك أولادنا كانت تتفتح في حفظهم للقرآن قواهم قدراتهم حتى الرصيد اللغوي وهذا الذي علمه الغرب عن حال أولادنا وعلموا أنه ما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه ودائما أنه أكرر هذه الجزئية يجب الانتباه إليها أمة خرجت من الصحراء لم تكن لها جامعات ولم تكن لها معاهد ولم تكن لها مراكز بحثية على مدى 100 سنة 150 سنة أصبح في العصر العباسي هناك علماء وأطباء في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجبر وغيرها من العلوم الذين أذهلوا الدنيا بالعلوم التي أتوا بها نسأل نقول من أي جامعة أتوا هؤلاء من أين تخرجوا ما هو الذي أوصلهم إلى هذه الحالة إن كانوا قبل 100 سنة كانوا في صحراء صحراء لا معلمة فيها ولا أحد حتى عدد المتعلمين للقراءة والكتابة كان عدد قليل جدا من أين جاءوا هؤلاء ما جاءوا إلا وانبثق ذلك وتفتقت عليهم تلك العلوم إلا بفضل القرآن الكريم ولذلك أول شيء فعلوه هو إلغاء الكتاتيب وإلغاء المدارس التي كانت على النظام القديم التي يخرج الطفل وعمره عشر سنوات حافظا القرآن الكريم في صدره موروث لغوي وعنده قدرة على فهم معاني كثيرة وألفاظ كثيرة قد تقوم لسانه وقد يعني ضبط أمره وتفتقت قدرات ذهنه في حفظه للقرآن أضف إلى هذا حتى الدراسات الحديثة يعني تقول أنه إذا تعلم الإنسان العربية أولا ثم إذا تعلم أي لغة أخرى فإنه في تعلمه لأي لغة أخرى يستطيع أن يجيدها ويستطيع أن يتكلم على لغة القوم الآخرين لكن إذا بدأ الإنسان بغير العربية ثم أراد أن يتعلم العربية مهما حاول يصعب عليه جدا أن يضبط العربية وماذا كان لانحياز للغة العرب لا إنما هذه مسألة ذكرها يعني علماء جانب في كلامهم عن قضية تمرين اللسان اللسان وحركته ورياضة اللسان في أداء الحروف فالعربية فيها من الحروف التي مؤداها أو التي إذا أداها العبد استطاع أن تسهل عليه اللغات الأخرى لذلك كما قلنا يؤتى بصاحب القرآن فيحلى ويلبس التاج ويكرم وغير ذلك من الأمور ويرتقي وتكون منزلته عند آخر آية يحفظها أيضا في رواية هذه بالنسبة لحامل القرآن ولحافظ القرآن ولقارئ القرآن نأتي إلى مسألة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيري كما في حديث أبو موسى الأشعري كما ذكره الإمام ابن كثير لما قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك فسيدنا موسى الأشعري قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يعني كان أنه قرأت بقراءة بطريقة أخرى زينت القراءة حتى يعني أجعلك تسمع مني شيئا طيبا فالنبي كان يقول أني أحب أن أسمع القرآن من غيري عليه الصلاة والسلام يحب أن يشارك سمعه في قراءة القرآن ولسانه عندما هو يقرأ القرآن فيريد أن يكون مع القرآن في كل حال عليه أفضل الصلاة والتسليم ولذلك ما أذن للنبي أن يتغنى كما أذن للنبي أن يتغنى في القرآن التغنى في القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا زينوا القرآن بأصواتكم زين القرآن بأصواتكم أمرنا بتحسين الصوت في قراءة القرآن وهنا مسألة تحسين الصوت كما تكلم عنها العلماء قالوا قضية تحسين الصوت هذه يجب أن تضبط على إعطاء الحروف حقوقها فإذا أعطى القارئ حقوق الحروف وأعطى المدود حقوقها لا ضير بأي طريقة قرأ يعني بأي زينة من تزيين الصوت قرأ لا ضير في ذلك إنما الإشكالية الكبيرة عندما يكون القارئ همه الأول هو حسن الصوت على حساب أداء الحرف هذه هي المشكلة الكبيرة التي يعني يتكلم عنها العلماء أما إذا أدى حق الحروف وأدى يعني المدود على وجوه وعلى ما كانت ما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كانت تعرفه العرب من معاني الحروف فلا ضير في ذلك ويعني أكثر العلماء الآن يقولون أن الشيخ الحسري رحمه الله وتقريبا أفضل من أدى يعني أدى قراءة القرآن على الضبط الدقيق جدا وهذا يعني حتى في دراسات علمية كثيرة أجريت على الأصوات للمقرئين فوجدوا أن الحصري هو رغم حفاظه على يعني الصوت الجميل والأداء الجميل كان محافظا أيضا على الحروف وعلى حقوقها وعلى أدائها مسألة القرآن والتغنبي وتزين الصوت بالقرآن وغير ذلك هذا كله النفس تقبله لكن يجب أن نميز أن يكون القرآن أو فهم القرآن على حساب الصوت أو حساب الصوت على فهم القرآن أو على فهم معانيه هذه هي الإشكالية التي ذكرناها عندما نقف على قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيل ما معنى كلمة رتل ونلاحظ أن هنا جاءت اللفظة مقترنة بمصدرها رتل ترتيل وقلنا قد تأتي اللفظة على غير مصدرها يعني فنضرب عنكم الذكر صفحا هنا على نفس المعنى لكن غير اللفظ أو تأتي اللفظة على نفس الأصل اللغوي لكنه بمصدر آخر مثل إيش تعالى الله عما يقولون علوا هي تعالى تعاليا لكن جاءت تعالى علوا كبيرة وكذلك يعني هنا جاءت على نفس المصدر وكما قال الإمام الفراء قال إذا أكد اللفظ بالمصدر إنما يراد من ذلك ما هو يراد منها حقيقة اللفظ ولذلك عندما يقول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكريمة أراد حقيقة الكلام ولذلك الفراء يعنيه كأنه يقول لا يحمل الكلام على المجاز إن جاء الفعل مؤكدا بمصدره إنما أراد حقيقة الفعل في قوله ورتل القرآن ترتيله ما هو الترتيل حتى نعرف يعني كيفية أو طريقة القراءة يجب أن نعلم أو كما قلنا دائما نقول أنه ألفاظ القرآن هي عبارة عن منظومات منظومة للذهاب وللمجيء وللمطر وللجماعة وقد كان أمثال هذا كثير لكن هنا هل الترتيل له منظومة نقول نعم قرأ ورتل و تلا و تمنى كما قال تعاليدة تمنى ألقى الشيطان في أمنيته تمنى أيضا تأتي بمعنى قراءة و تلا أيضا تأتي بمعنى قراءة و رتل تأتي على معنى قراءة و قراء تأتي على معنى قراءة هذه المنظومة فيها كلام و فيها تفريق جميل و لطيف لكن دعونا الآن نقف على لفظة رتل التي هي مقصودنا من من الكلام في هذه الآية العظيمة قال الزجاج و المبرد و غيره من أهل اللغة قالوا الرتل الرتل أو الرتل يعني الرتل والرتل و الرتل بالسكون و بالفتح و بالكسر قالوا كلها تأتي على معنى التنظيم و التتابع لذلك نلاحظ أنه رتل القرآن الترتيل أي قالوا هي مشبهة من ثغر رتل أي ثغر منضد الأسنان أسنان إذا كان بيناتها فراغات متساوية ليست فراغات كبيرة فراغات جدا بسيطة و متتالية متتابعة تكون حالة جمالية هذه تكون حالة جمالية للأسنان فعندما يكون الرتل الثغر مرتل أي أنه قالوا كنور الأقحوان هكذا يقول القرطبي أي أنه منضد تنظيدا جميلا فكأنه تابع في القراءة على هذه المسافة ولاحظوا التشبيه الجميل في الفارق بين الفاضي القرآن كالفارق اللطيف بين الأسنان التي كانت في حالة جمالية معينة جمالية ليست مفلجة كثيرا لأنها هي حالة ليست جميلة نعم قالوا رتل القرآن ترتيل قالوا أي إنه أقرأه على تأودة وتمهل وتبيان للحروف وإعطاء للحروف حقوقها وأنه تبين معاني الألفاظ التي تقرأها فكل ذلك في معنى الترتيل فالترتيل يكون على هذا المعنى التأودة والتمهل والسهولة وتبيان الحروف وتبيان الألفاظ والفوارق بين الكلمات كلها على هذا المعنى الدقيق الذي يعطي معنى جمالية سماع القرآن في الترتيل المطلوب وقد بينا نحن كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام نأتي إلى السلف رضو الله تعالى عليهم ونقول كيف فهمتم ورتل القرآن ترتيله أنا سأجمع قوال إمام مجاهد وابن عباس وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد وغيره من السلف رضو الله تعالى عليهم بقولهم إما قال اتبع بعضه بعضا أو قال بينه ووضحه في قراءتك أو أنه اقرأه على تأودة وتمهل على نفس المعنى اللغوي ألي ذكرناه ولكن أيضا هذا المعنى أيضا هو منقول عن السلف رضو الله تعالى عليهم أي أنه اقرأه على تأودة وتمهل وأتبع بعضه بعضا حتى قال مجاهد أحب من يقرأ القرآن إلى الله الذي يعقل عن الله الذي يفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ولذلك دائما نقول أنه القراءة لا بد أن يكون قراءة القرآن لا بد أن يكون منها ثمرة وثمرة قراءة القرآن هي لا شك معرفة المعاني التي يعني يريدها الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الخطاب وفي الكلام بقية إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر